المترجم للقناة 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 تناقش أشياء وتحكي أشياء ومن هنا كانت الشلل في ذلك الزمان قيمة لأنها كانت تفرز شغل من ضمن الأشياء التي لا يمكن أن نساء في حياتي أنني مدينة للسيدة أمال فهمي أنني كتبت فوزير بعد موت بيرام التونسي مش زجلية طبعاً لأن لا أفهم زجل ولا أعرف زجل إنما فوزير نثرية كنت أول مرة في حياتي بسمع اسمي بتقال في الراديو الذي يكتبها مفيد فوزي وتقدمه أمال فاهمي عشنا هذا الزمن أنا فاكر أن عبد الحليم في يوم من الأيام لما أنا اتوقفت عن الشغل ملقيت مكان في مصر أروحه وأبكي على صدره إلا هذا الفتى النحيل العندليب روحت له الساعة 12 صباحاً وقعدت في الأوضة اللي جنب سريرو جنب قط النوم لغاية نصحي صحي تقريباً واحدة ونصف اثنين ندى مين يا عبد الرحيم قال له ده الأستاذ مفيد أنا لست معتاد على الأبد أن أنا أروح الساعة 2 صباح 12 واحدة الصباح مش عدت يعني فلقيت وقام لابس جلبية كطائية كده بيضة قال لي خير فيه إيه قلت له وأنا محنوق بالعيات أنا ترفد قال لي ليه رفدك ليه قلت له يبدو أن أنا كتبت كلام أغضب الحكومة يعني وأنا كنت كتبت حاجة خاصة بالسيد عبد المحسن أبو النور في ذلك الزمان كان نائب رئيس وزراء ووزير الزراعة ويبدو أنها أغضبت السلطات بشدة يعني فليبس عبد الحليم واخدني معا من الأشياء التي لا يمكن الواحد ينساها في العمر وهي تكاد تكون بصمة أن يوقف قصاد مدير المخابرات وهو من أقصى وأبشع الشخصيات التي عرفتها مصر في طريقها وهو صلاح نصر صلاح نصر عندما وقفت قدامه في قطه فعبد الحليم قال له الجملة الشهيرة التي كانت تكون انطبعت في قلبي وفي عقلي وفي كياني والتي تبين أن عبد الحليم لم يكن مجرد شخص عابر عادي في حياتي مثلا أو في حياتي وجدي إنما كان حقيقة يعتبر الصديق الصديق وهو عبارة أنا دايما أقولها ودايما تقولها لي سعاد الصباح الشاعرة الكوتية الكبيرة لما تكتف الإهداءات إلى الصديق الصديق قال له إذا كان مفيد فوزي يعمل حاجة ضد مصر يبقى عملها في فيتي وإذا كان كتب منشورات ضد مصر يبقى كتبها في فيتي فصلاح نصر بصله من وراء الضخان كده وقال له الكلام التي تقوله ده كلام هتتحسب عليه ده خطير فقال له يا صلاح بي أنا مستعد أكتب إقرار بهذا أين هذا النموذج أعتقد أنه هو خد من الأستاذ عبدالوهاب حاجة مهمة جدا وهي الثقافة السامعية أستاذ عبدالوهاب كان دايما عنده صالون يجتمع فيه كل مجتمع الصفوة من المفكرين وتعلم الحكاية من الأمير الشعراء لما تربط بيته فكان مجتمع الصفوة ده لما يعودوا يتكلموا مع بعض كأنه أرى عشر كتب وبالتالي كان دايما لما نروح يقول لنا كل واحد فيكو يخرص سيبوهم يتكلموا مع بعض اوعى تحاول تسأل في أي حاجة سيبوهم هم يتكلموا سيبوهم يتكلموا مع بعض وبالتالي عبدالحليم اتربى على الثقافة السامعية واستفاد منها عبدالحليم استفاد من علاقته أولا كبار الصحفيين في مصر كان بالنسبة لهم عبدالحليم ابنهم الذين يرعوه الذين يحظى برعاية خاصة منهم لذلك كان يستثمر هذه العلاقة فيه قبل ما يأتي يعمل غنوة لغنوة وطنية يمر يفوت على الأستاذ هيكل يقعد يتكلم معه ويأخذ الأرضية بتاعة المرحلة وظروفها ويخرج من الأستاذ هيكل على الأستاذ إحسان على فتح غانب على مصطفى أمين على أحمد بهاي الدين وفي الآخر يكون من الحدوتة التي سيقوم بها وأنا أعتقد أنه يحسب له أنه أول مطرب عمل محاضرة في غنوة عندما يأتيه يعمل حكاية الشعر كل الأغاني التي أنتجناها في الإزاعة أغاني بين الكهرباء والخير الذي يأتي وهو سده ولكنه يفتح باب الرزق وأغاني عظيمة جدا أن تتغنى للسد إنما هو أصر على أنه جاب للسد أحمد شفيق كامل وقعد معه وقال له أننا نريد نعمل تجربة محاضرة أننا أقول للناس أنه ليس مجرد أن أغني غنوة نريد أن أقول لهم ما هي الحكاية هذه الحكاية كانت كلها ماشية سليم لحد ما جينا ووقفنا معه عند جملة ضربة كانت من معلم خلل الساماري بل كل المسؤولين قالوا هذا الجملة لا يليق أنها تتقال لأن الرئيس عبد الناصر في مكانته في الهيبة الكبيرة من حضوره صعب أن تقول معلم هو هودنا وعمل البروفات مع أنه وتخطى الجملة لكن في الحفلة كان يرتب نفسه تماما وقالها وإذا بالرئيس عبد الناصر يصفق تصفيق حد ويطلب منه أنه يعدى وبقت الغنوة غنوة الشارع المصري ثاني يوم كانت أغنيه مجرد بها تطلق الوطنية له تبقى غنوة الشارع المصري تاني يوم من هنا كانت قيمة عبد الحليم واستفادته من يعني كبار الإعلاميين اللي كان بيحرص على علاقته بيهم لأن كان جوا إحساس بأنه هو يستطيع أن يدير نفسه إعلامياً ترجمة نانسي قنقر على أفضل معروف كلاسي حى اشتركوا في القناة عن طريق شكرا شكرا اشتركوا في القناة